عايز اقف معاكم النهاردة مع برونو سافيو صحيح غاب عن مبارات مبارح وانا بقول لكم انه فيه جماهير جزء من جميلة ده ممكن يكون سافيو بالنسبة له علامة استفهام ممكن يكون حاسس انه سافيو مقدمش المستوى اللي يتناسب مع المنتظر منه يعني الناس دي مستنية من لعب برازيلي انه يكون سوبر السوبر لكن فيه اوقات كتير جدا التجارب عشان تحكم عليها لازم تاخد فرصة كاملة وسافيو الحقيقة من اللعيبة اللي عندهم كورة مش موجودة كتير في الدولي المصري يعني اللعيب عنده كورة مش موجودة كتير كوالتي الكورة اللي بيقدمها مش موجودة في كتير في الدولي المصري يمكن يكون محتاج ياخد بدني شوية يمكن تكون قصة مستر كولر في كيفية توظيفه او الاستفادة بالامكانياته بامكانيات برونو سافيو كافضل شكل ممكن برضو محتاج بقيت شوية فصبرا على سافيو سافيو عمل حوار اتكلم فيه الحوار ده اتعمل مع او اللي عمله مع سافيو يعني الموقع الرسمي للفيفا اتكلم فيه على تجربته في النادي الاهلي واتكلم فيه على انه فكرة انه ما كانش متوقع ده يعني هو اول ما سمع انه فيه مفاوضات بينه بين النادي بتاعه بوليفار في بوليفيا بينه بين النادي الاهلي خد قراره هو بيقول كده في الحوار خدت قرار بدون مفاقر انه انا عارف النادي الاهلي وكنت بتفرج على الاهلي في بطولة كاس العالم لانديها وشفته بيلعب مع الكبار وعرف انه نادي كبير جدا في افريقيا وهو نادي الاول على مستوى قرارة افريقيا فما فكرتش قررت على طول انه لكن لما جيت هنا ما كنتش متخيل الحالة دي قالك وانت بتلعب وانت لا بس تشيرت النادي الاهلي انت ورغم انه يعني بيقول ان انا كان عندي موسم كويس جدا في بوليفيا وكان نجمي يعني ساطع وكنت متقلق وكنت واحد من الجمل الجماهير بتحبها لكن انا غمرت بكل ده عشان اجي النادي الاهلي عشان حققته مخاطف تحقيق الالقاب لانه والكلام على لسانه لسه انه بمجرد ما تلبس تشيرت النادي الاهلي انت ما فيش حاجة قدامك غير الالقاب يعني الفرقة ما بتبصش على حاجة تانية غير تحقيق اللقب اي حاجة تانية غير كده لا تعني اي شيء وكلم على انه كان واحد من اهم اسباب يعني اتخاذه للقرار انه ينضم للقلعة الحمراء هي فكرة وحلم او طبعا ده الموقع الرسمي للفيفا وده تصريح او كلام برونو سافيو انه هو حتى برونو سافيو قاتل الاهلي يعني في الاهلي مش ممكن تفكر في اي حاجة تانية غير تحقيق اللقب وقال انه بيحلم بيلعب في بطولة كاس العالم وبيحلم يكون موجود قدام الكبار وكان دايما بيشوف البطولة دي ويشوف اندية كبيرة زي انترنسيونالي وزي لما انترنسيونالي طبعا برزيلي اللي فاز بالبطولة على حساب باشلونا كورينثيانيز البرانزيلي اللي فاز على البطولة على حساب شيلسي وكان بيحلم يلعب قدام الكبار وبالتالي الفرصة كبيرة جدا قدام برونو سافيو ان شاء الله في كاس العالم